نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسديل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتي شددت على استمرار تطبيق عملية تسديل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها مشيرة إلى أنه تم مد فترة تسديل أرقام الهاتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 من يونيو المقبل